النار وسط بالمقلاية مندوب قطعة زبدة ومندبل فيها شرايح البصل عندي صدور التجاج، سفينة تجاج بدون عظم، قطعتهم شرايح وضيفهم وضيف عليهم البهارات ويكتبهم تحت الفيديو منقلب للتجاج ليتغير لونه ويبدأ يستوي بس وصل التجاج لهذه المرحلة، راح ضيف عليهم السويا سوس هون السويا سوس قد ما كترته لحياتي طعمي طيبة للوصفة وعندي الفلايفلي استعملت ثلاث ألوان فلايفلي كمان مقطعتهم شرايح منخلط المكونات منفرفد الفلايفلي وبضيف عليهم شرايح الملفوف وأخيرا راح ضيف آخر مكون يلي هو الفطر، ما عندي فطر فراش فاستعملت فطر لمعلب حتت كل المكونات وخلطتهم بغطيهم وبخليهم عنار هادية لتدبل الفلايفلي وهيك صاروا جاهزين بالنسبة للساندوش، أنا ساندوش راحض فيها بس سوس الأفوكاد يلي هو مألف من الأفوكاد مع عصرة حامد ومايوناز كتير سهلة تحضروه ولخلطة للشينيز كتير طيب هيدا السوس هاي الساندوش الأولى، حتت فيها سوس الأفوكاد مع الخلطة اللي حضرته ساندوش التانية، دوبت الموزاريلا بالخبز على الساب وحتت فيها كمان سوس الأفوكاد اللي حضرته مع حشبة الجرج وهيك صاروا جاهزين من قطيب الساندوشات يلي ممكن تحضروه ويلي بتطلبه بالمطعم ومع كتير سوس الأفوكاد، ولا قطيب من هيك لازم تجربوه اشتركوا في القناة